وتختار القصص ازاي؟ يعني ايه العوامر اللي انت بتشوفها دي جريمة ينفع اعمل عنها فيديو وتكلم عنها و ايه الرسالة اللي انت بتبقى بتدور عليها في الجرائم علشان تعرضها؟ ولا مجرد حكي؟ لا الهدف اولا يعني كل يوم على مستوى مصر والعالم العربي والعالم بتحصل جرائم كتيرة جدا اختيار الجريمة لازم يكون اولا تكون قضية الرابط او اشبه لنها تبقى قضية رأي عنه بس دي قضايا شائكة جدا يعني لما الموضوع بيتحول لرأي عام الفيديو هنا ممكن يعني يخلي سامح ترند وممكن الناس ما تتفقش مع الكلام اللي انت بتقول هي دي بقى الجزء اللي انا اخترت اكون فيه انا مش بنق جانب خبري يعني فيه اواضي او فيه قضايا دلوقتي موجودة على الساحة انا ما اتكلمش عنها خاطر ما عملش عنها قصة لانها لسه اجزائها كسيناريو ما اكتملتش انا باعتمد في القصة او في الحلقة اللي بقدمها انها تبقى قصة مكتملة وبقسمها بشكل السيناريو يعني شخصيات واحداث وزمان ومكان ولازم السيناريو ده يكون برضو فيه خط درامي زي ما كنا بندرسه كده انه لازم في منطقة معينة بيعلى وفي منطقة بينزل وكا بيعلى تاني فلازم يبقى الموضوع اتقفل ما ينفعش اعتمد على قضية لسه منظورة في المحاكم لان انا مش دوري انا مش خبري يعني انا مش بقول اللي حصل في المحكمة ايه مش ده دوري انا بحكي قصة جريمة غريبة الوصول للقصة واللي حصل مش حاجة سهلة المصادر كمان اعتقد بيبقى فيها جزء من التضارب جدا كتير جدا انا بعتمد بشكل اساسي على المصادر الرسمية اللي تكون نشرت القصة وعلى اللقاءات الكتيرة حتى لو مدة الزمن المدة طويلة بتفرج عليها كاملة لأهالي المتهمين او اهالي المجن عليهم ولو في لقاءات مع محاميين لو في مرافعات النيابة اللي بيتم نشرعها على شبكات تواصل اتماعي بتفرج عليها كاملة حتى لو كانت مدتها ساعتين ثلاثة وده المتعب يعني احنا ننكلمش عن محتوى مع احترامي لكل ما يقدم يعني والناس بتختار يتفرج علي ايه لكن محتوى هنا الاعداد ليه اعداد قاسي يعني التحضير مش سهل جدا